شوف بقى هنا اللطافة اللطافة في ايه؟ حضراتكم عارفين القرارات اللي صدرت عن الحكومة يوم الأربع اللي فات المتعلقة بالعلاوات والفلوس الزيادة وما إلى ذلك لو انت فاكر كويس مزيع اللي كان واقف كنت هنا في الحتة دي الحتة اللي أنا بقف فيها في أول حلقة هناك قلت لك ايه؟ قلت لك إن هي إلا أيام معدودات كترنا كبرنا الأسبوع الجاي لأن احنا النهار دا كان عندنا جالسة الثلاث حلو؟ وإحنا مش معتدين بالمناسبة بقى فيه عندنا جالسة مجلس نواب الثلاث بتبقى عادة حد اتنين ثلاث طيب مهم فقلت لك ايه؟ قلت لك الأسبوع الجاي مجلس النواب هيقر دا بقانون يبقى الحلاوة والطعامة في ايه؟ قرارات بتاعت الحكومة صدرت مجلس النواب يعني عقد بسرعة علشان يشتغل على القانون ويقر وبالفعل النهار دا مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة سيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اقرارا بشكل نهائي على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بيه وبتقرير منحة استثنائية عشان عارف زمايلي هنا اقوله طيب اللي مش مخاطب بالقانون اقوله برضو انت موجود مش مول وكمان منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام ومنح اصحاب المعاشات او المستحقين عنهم منحة استثنائية دا حصل النهاردة في مجلس النواب المصري استكمالا للقرارات اللي اصدرتها الحكومة يوم الاربع اللي فات جيد ولا مش جيد بامانة سؤال جيد ولا مش جيد يا سادة كرام الحكومة تطلع قرارات تسع قرارات يوم الاربع اللي فات فبالزبط يعني احنا اعد بقى علاق دي كواهي ببساطة خميس جمعة سبت حد اتنين تلات في اليوم السادس الصبح يقر القانون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليه تفتكر علشان دي دولة يعجي ايه الدولة اللي عندها ثابت الدولة اللي عندها مبدأ الدولة اللي لما تقول احنا هنشتغل بمنطقة الصورة السرعة على مد مظلة حماية اجتماعية يبقى هتشتغل بمنطقة الصورة الدولة اللي بتقول حكومتها انا عندي التسع قرارات دول في قرارات هتحتاج شغل من مجلس النواب هتلاقي مجلس النواب على طول شغال طيب ترجمة نانسي قنقر